تتفقد عائلة مشية منزلها الذي تعرض لدمار كبير في محتوياته بعد أن قامت قوات الاحتلال باقتحامه صباح اليوم في مخيم بلاطة شرق نابلس الاحتلال كان قد دفع بعشرات الآليات العسكرية من أجل اعتقال طفل لا يتجاوز من العمر 16 عاما بدي أفتح باب داري فجروا الباب تحتلالي بدي أفتح باب داري ما شفتم اللي هجموا مفوتوا الكلب وفاتوا كلهم علينا الأولاد صغار نايمين ما شفتم اللي هجموا فوق في صوت التفجير كله والتكسير ويجوا علينا كل ما بنا نيجي نحكي محهم نحط رساسقل نحط البوريد بروسنا بعدين فاتوا على غرفة شافوا ابن أخوي هذا نايم بلاش يضربوا فيه شلاليته بكسات وطار يحكي لهم وين مصطفى وين بكون حكي لهم ما بعرفش طار يضربوا فيه يحكي لهم ما بعرفش أنوا وين بكون وبلاش ويخبطوا فيه الله لا يرد البيت المهم الولد يكون سليم وخلص الحمد لله علمنا الله وكان محبوس يعني قبل سنتين قعد شهرين ونص محبوس وطلع وفيش شيء عليه يعني ما بلغوني الإسرائيليين أنه بدهم ابنة يعني فجأة فجأة أنه بدهم إياه البنة الأليات العسكرية بلاوي جيش كوات خاصة مش طبيعي يعني مخلوش دار في المنطقة إلا طلعوا عليها ثلاثة إصابات بالرصاص الحي خلفها الاحتلال نتجة هذا الاعتداء وصفت بالمتوسطة ناهيك عن عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين بفعل الاقتحامات الأخيرة للمدينة منها أربع إصابات ما زالت تحت العناية المكثفة تم إخراج إصابتين بالرصاص الحي لطفل وشاب في الفخد تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى رفيديا ووضعهم مستقر إضافة إلى إصابة من شارع الكدس لطفل عمره 15 عام إصابة أيضا في الرجل نقل إلى مستشفى رفيديا بعد ذلك انسحبت قوة الاحتلال من المنطقة تصاعد سلطات الاحتلال في الأونة الأخيرة من الاعتداءات والاغتيالات في نابلس كان آخرها اغتيال إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح وحسين طاها وما زالت تهديدات الاحتلال تتصاعد يوما بعد الآخر لارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا تتواصل اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا هنا في محافظة نابلس تارة بالقتل والاحتلال وتارة أخرى بالاقتحامات والاعتقالات فلا يكاد يمر يوم إلا ويقترف الاحتلال في المحافظة جريمة جديدة من مخيم بلاطة شرق نابلس بدر أبو نجمي تلفزيون فلسطين